منظمة اليونسكو صوتت بالموافقة على قرار بينص على عدم سيادة إسرائيل على مدينة الأدس المحتلة المنظمة صوتت به غالبية 22 صوت مقابل 10 لصالح القرار قرار اعتبار الأدس مدينة محتلة بيؤكد كمان مشروع القرار ده أن إسرائيل بتحتل الأدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق ويشمل الاعتراف أن المقابر في مدينة الخليل وقبر الرحيل في بيت لحم مقابر إسلامية تصار فلسطيني نعم هذا ما حدث عقب تصويت منظمة العلوم وثقافة والتربية اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بغالبية 22 عضوا مقابل 10 لصالح قرار اعتبار القدس محتلة وأيدت 22 دولة مشروع القرار فيما عرضت 10 دول وامتنع 23 دولة عن التصويت ويؤكد مشروع القرار على أن البلدة القديمة في القدس هي فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود مع تأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين ويشير قرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضرية التي تربط القدس المحتلة بمسلمها ومسيحيها ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وكانت إسرائيل قد أعلنت في أكتوبر الماضي تعليق تعاونها مع منظمة اليونسكو احتجاجا على تصويت لجنة تراث العالمي في المنظمة لصالح مشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين ويؤكد قرار على عدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطة الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحتها وجاء القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016 والذي أكد على أن المسجد الأقصى ما كان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به